بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأحباء أهلا محركوا فيديو جديد هجوم كبير جدا هجوم كبير وضاري على شخص لا يختلف اتنين على أنه هو من أعظم الأشخاص أو من أعظم الشخصيات التي أنجبتها مصر وإن علمه علمه وإيه أثر الطيب سيظل قائما وستظل موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أثر الطيب وعلمه الغزير سيظل علما نافعا لنا في مصر والوطن العربي والعالم الإسلامي إلى قيام الساعة الشخصية أو الشخص الجليل اللي أنا بكلم حرفكم عنه واللي بيتعرض له الهجوم أو تعرض للهجوم خلال اليومين الماضيين أو خلال الساعات الماضية يعني هو فضيلة الإمام الكبير رحمة الله عليه العالم الجليل الشيخنا الشيخ محمد بتولي الشعراوي فجأة وبدون أدنى مقدمات فجأت يعني ممكن برضو بعض من حضراتكم يكون فجأت بهذا الأمر وناس كتير فجأت إن فيه هجوم على الشيخ الشعراوي مرة واحدة كده بدون أدنى مقدمات الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه راجل توفاه الله انتقل إلى جوال ربه من سنوات عديدة وحتى وهو موجود على قيد الحياة رحمة الله عليه كان يعني عالم من العلماء الأجلاء عالم كبير وشيخ جليل وزي ما قلت علمه لذنى إلى الآن بننتفع به يعني هذا الرجل يعني يعني كان رجلا عظيما بكل ما تحمل الكلمة المعنى وما كانش له أو ما كانش يعني وفقا للمعلومات يعني اللي عندي ما كانش فيه أي مشاكل بينه بين أي حد الرجل ده تفرغ لتفسير كتاب الله وتفرغ لي العبادة وتفرغ لي يعني إفهام الناس اسمعاني القرآن الكريم وكلنا زي ما أنا قلت نحركوا وكلنا استفدنا من هذا العلم الغزير وسنظل نستفيد من علم هذا الرجل العظيم الشيخ الجليل رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي إلى قيام الساعة يعني إيه الداعي لحالة الهجوم اللي حصلت عليه الآن للوقت ليه برضو فعرفت عرفت إن في أخبار تم تداولها إن في بعض الأمثيات الثقافية أمثية ثقافية عاوزين يعملوها في المسرح القومي اللي هو تابع لوذات الثقافة طبعا في مصر والأمثيات الثقافية المفروض إنهم يعملو زي أمثيات في خلال شهر رمضان الكريم القادم يعني إن شاء الله ربنا يعني بلغنا رمضان على خير إن شاء الله جميعا فعاوزين يعبدو أمثيات ثقافية يتعرضوا فيها للسيار الذاتية لمجموعة من الشخصيات ومن ضمن الشخصيات اللي عاوزين يعملو أمثية خاصة بيها أمثية يعني ليلا يعني مثلا زي يوم كده يتكلموا فيها عن حياة هذا الشخص من ضمن الشخصيات دي فضيلة الإمام محمد طول الشعر بمجرد معالم البعض هذا الأمر وإذا به هجوم عنيف جدا ضد الشيخ الشعر الرجل اللي هو بينهي الله والراجل حتى مش موجود على قدر حياة عشان يرد طبعا إحنا موجودين طبعا نرد وأسرته طبعا يعني برضو قاتقاضي اللي هما تحدثوا في حق الشيخ الجليل يعني بشكل غير لائق يعني ولكن أنا بقيت مستقرب يعني حتى يعني هذا الرجل حتى بين يدي الله يعني الرجل حتى توفاه الله يعني فليه ليه ليه نهاجم شخصية يعني توفاه الله حتى لو كان يا جماعة حتى لو كان إنسان أنا ما أكلمش عن الشيخ الشعروي طبعا أنا أتكلم في العموم حتى لو كان إنسان في مشاكل كانت عنده فخلاص لا نذكر إلا محاسنه ولكن أنه هاجمه ونصفه بأشياء لم تكن فيه ده هو الغلط بعينه وده شيء لا يمكن السكوت عنه من ضمن الشخصيات اللي هاجمت لما تم أو سربة أو علمة إن فيه أمسية ثقافية هتتعامل سوف من ضمن الأمسيات يعني تعمل خلال شهر رمضان اتقال كده أمسية ثقافية كان بيقول أول مصرحية عن الشيخ الشعروي وبعد كده وزيرة الثقافة طلعت وهي برضو كلها تصريح برضو يعني تصريح برضو يعني يعتبر ضد للشيخ الشعروي وقالت إن لا هي مش مصرحية هي زي أمسية كده المفروض الأمسيات دي وطبعا لكن فيه لجنة هي اللي بتحدد مين يتم الحديث عنه ومين يتم تناوله فيه الأمسيات دي والكلام ده كله وقالت إن الشيخ الشعروي اسمه لابعكم مطروحة المهم يعني الكلام كان على أمسية ثوف تتحدث عن الشيخ الشعروي وفضلت الشيخ الشعروي فإذا زي ما قلت بحالة من الهجوم الكبير جدا غير مبررة وغير مفهومة وغير واضحة المعالم ومش عارف ليه ضد واحد يعني ما فيش ماعتقدش إن فيه إنسان في مصر يعني لا يكره الشيخ الشعروي ماعتقدش إن فيه إنسان مش في مصر بس ولكن في الوطن العربي والعالم الإسلامي الشيخ الشعروي علم من أعلام التنوير وعلم من أعلام الدين الإسلامي يعني ده شيء لا يختلف عليه اتنين يعني وراجل زي ما أنا قلت علم الغدير لازمنا بننتفع به إلى الآن وبنقعد بنشوف الفيديوهات الخاصة به وهو بيفسر القرآن الكريم وإيه كان اللقاء الأسبوعي بتاعه ده كان يعني بيبقى يعني الناس كلها قاعدة منتظرة لأنه هو بيفسر القرآن الراجل لا يدعو إلا إلى كتاب الله يعني فإيه المشكلة بتاعت الشيخ الشعروي عند اللي بيهجموه أنا مش فاجأت ففجأت زي ما قلت الحركة بأن فيه حالة كده من الهجوم فيه تصريحات بقى نسبت يعني فيه الناقد السينمائي الأستاذ طرق الشناوي اتكلم الناقدة السينمائية الأستاذة مجدى خير الله اتكلمت الأستاذة فريدة الشباشي اتكلمت ووزيرة الثقافة اتكلمت كل دول اتكلموا وكان بينطوي كلامهم أو بينطوي على يعني هجوم على فضلة الشيخ الشعراء فالأستاذ طرق الشناوي يعني برضو كان هقول لحركه يعني مقتطفات كده صدر خاصة يعني ولكن الحاجات تكلها موجودة على شبكة الانترنت وممكن تدخلوا ويعني حضركم تشوفوها بنفسكم يعني طبعا فيه إجراء يعني أسرة الشيخ الشعراء قالت انها سوف يتم اتخاذ إجراء من قبلهم حيال الكلام اللي تقال عن الشيخ الشعراء فيه زوجة الأستاذ محمد الشعراء اللي هو حفيد الشيخ الشعراء رحمة الله عليه قالت ان الأسرة قررت اتخاذ إجراء قانوني ضد كل من تطول أو تناول الشيخ الشعراء بالسوء يعني السستر الشناوي قال وفقا برضو كل التصريحات اللي موجودة يعني تقديم قمسية عن الشعراء غير مناسبة لأنه كان ضد الفن يعني السستر شايف ان الشيخ الشعراء كان ضد الفن ورغم ان الشيخ الشعراء له تصريح شهير جدا عندما سئل هل الفن حلال ولا حرام قال حلاله حلال وحرامه حرام يعني لو انت بتدعو الشيخ الشعراء ده كلام معلن على فكرة هو قاله ان اذا كنت انت بتعمل اي شيء في الدنيا واستخدم حتى رفظ السكينة او التشبيه يعني اللي هو شبه به الفن اه زي السكينة ممكن نستغرمها في تقطيع مثلا اكل اكل جميلة او ترطايا ناكلها كلنا او الانسان يطعم بها شخص اخر ويقتله فالفن حلاله وحلال وحرامه وحرام لو انت بتدعو من خلال الفن الى القيم والاخلاق والعادات والحاجات اللي احنا كلنا بنقولها والاشياء الطيبة فهو حلال فهو حلال طبعا لان انت بتدعو من خلاله من خلال ما تقدمه من فن الى كلها زي القيم الجميلة ولكن اذا كنت بقى السكة التانية اللي حرقه على الفن فهيبقى حرام وخلاص يعني فهو الرجل ما كانش ضد الفن ولكن كان ضد ممكن الفن بقى اللهم يعني ممكن يكونوا عوزينه بقى الله اعلم وكان من الذين حرموه والدليل انه طلب الفنان يوسف حسن يوسف بتقديم ادوار تعلم الناس الحكمة والموعزة طب ولو الشيخ الشعراوي طلب من الفنان حسن يوسف انه يعلم الناس ادوار تعلمه من الحكمة والموعزة ده وحش يعني انا مش فيه وبعد لقاءه بحسن عبدين هو برضو كل الكلام يعني اللسان للأستاذ طريق الشنوية وبعد لقاءه بحسن عبدين وشدية توقفه عن التمثيل وكان له موقف الفن الشعراوي كان له اراء رجعية مع الاحترام لمحبيه هو بيقول كده يعني كان له اراء رجعية ما عرفش ايه الرجعية الرجل كان بيفصل في القرآن الكريم وكان بيقول يا رأي الشرعي في الامور اللي بتورد عليه يعني المفروض احنا نطوع الشرع عشان خاطر يعني المسائل تعجب بعض الاشخاص يعني مش فاهم بره ولكن هذا ليس الوقت المناسب لعمل مسرحية عمل فني اللي هي امسية يعني عن الشعراوي خاصة المجتمع يتراجع في افكاره والتحرر وعن تقديم عمل عن الشعراوي في رمضان كان شهر رمضان شهر روحنيات ولكن روحانيات الشعراوي يعني شهر رمضان شهر روحانيات طب إحنا متفقيين لكن الأستر الاشناوي قال ولكن روحانيات الشعراوي متخلفة ورجعية ومتزمتها وغير عصرية انا معرفش بردو يعني ايه روحانيات الشعراوي. الشيخ شعراوي كان بيخترع روحانيات. الشيخ شعراوي كان بيفصر القرآن ولا ذال زي ما قلت حتى في شهر رمضان. كل شهر رمضان الحلقات بتاعته الناس بتقعد قدامها كما لو كانت بتشهدها لأول مرة. وغير عصرية. كان من الأفضل تقديم سيرة. شو بقى الحاجة دي الكلمة دي يا جماعة خدوا تحت خط كرة لأن الكلمة دي اتقالت على شخصيات تانية. كان يجب الأفضل الأفضل. مش الأفضل. شوف اللفظ الأفضل. تقديم سيرة مجدي. عقوب أحمد زوين. مع كامل الاحترام للدكتور مجدي عقوب والدكتور أحمد زوين رحمة الله عليه. من الشخصيات الجميلة والشخصيات العظيمة اللي موجودة على أرض مصر والمالتاخر برضا كلما على مصر. ولكن كنت أتصور من الأساس طارق وله مني التأدير والاحترام ان يقول الشيخ الشعراوي شخصية عظيمة. ولكن بجانب الشيخ الشعراوي ونقدمه ونحتفي به ونقدم إلى جوار الشيخ الشعراوي أيضا سير ذاتية للعلماء والمفكرين. والكلام ده كله ما يبقاش رجال الدين فقط. يعني رجال الد والعلماء. فكل دول بيمثلوا ذخيرة مصر. فكنت هابقى سعيد بهذا الكلام. ولكن انت هتقول الشعراوي لا. والدكتور مجدي عقوب والدكتور رحمة زوين رحمة الله عليه. أيوة. طب ليه يعني برضوك مش فامل. العنصرية دي مش فامل يعني. الرجل اللي بيتكلم في الدين ده مش عالم. من وجه التنصر. ده بالعكس. ده هو أعمق علم. هو أعمق علم. فطبعا أنا بقول له حداكم يعني اختيار شخصيات للحديث عنها. يعني خلوها في ذهن حداكم كده لأن فيه كلامة قلب نفس الكيفية طيب. الناقدة مجدى خير الله برضوك طلعت وهجمت برضوك. أنا كنت أعلم عليش أنا أقول لها حداكم الكلام يعني وبالنقشوا مع بعض. الناقدة مجدى خير الله. الأستوزة مجدى قالت فيه ناس أكتر أهمية بكتير من الشعراوي. يعني هي شايفة أن فيه ناس أهم من الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي يعني ليس له قدر من الأهمية وفيه ناس أهم منه. معرفش يعني برضوك. يعني المفروض كل إنسان. أنا ضد إن حد أهم من حد لما يكونوا علماء كده ومفكرين. كل واحد يا جماعة مهم في موقعه ما بقولش مثلا إن الشيخ الشعراوي أهم من الدكتور مجدى عقوب ولا أحمد زويل أهم الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي مهم جدا وعلم في مجاله. الدكتور أحمد زويل رحمة الله عليه علم في مجاله. الدكتور مجدى عقوب أنا بكلم على الأسماء. علم في مجاله. فما بقولش مين أهم من مين لأن حتى دي مجالات مختلفة. يعني مجالات مختلفة. كل واحد طب كل واحد على قمة في مجاله. ما بقولش إن فيه مفلان أهم من مفلان. وقدموا للمجتمع أشياء مفيدة. يعني شوف برضو هنرجع بق إيه اللي أسمعه مثل يوسف إدريس ويحي حقي مع كامل احترامي طبعا ليه يعني الكاتبين الكبيرين يوسف إدريس ويحي حقي ولكن يعني هم مش أهم من الشيخ الشعروي يعني هم مش أهم من الشيخ الشعروي ممكن يكونوا زي ما أنا قلت هم في قمة الأدب والتأليف والكتابة والكلام ده كله ولكن الشيخ الشعروي أيضا يتربى على قمة علماء الدين يتربى على قمة علماء الدين فهم كلهم ليه بيحاولوا يدخلوا أنا مش هف يعملوا صدام ما بين الناس وبعضها أنا مش فهم ما بين الناس وبعضها يعني ليه ما نقولش ان ده مهم في مجاله وان ده مهم في مجاله ان ده عالم في مجاله ويجلس على قمة في مجاله وان ده عالم في مجاله ويقلس على قمة ويبقى عندنا لان المجالات كتنوعها جماعة فيه الدين وفيه العلوم وفيه الأداب وفيه الثقافة وفيه العلوم بقى زي الهندسة والرياضيات والحاجات دي كلها ليه ليه بنجيب ناس أهم من الناس ليه بنعمل مفضلة المفاضلة دي يا جماعة بتعمل نوع من الضغاء ما بين الناس وبعدها وكده والكلام ده يعمل ممكن نوع من الفتنة برضو فكل واحد يعني كل واحد في موقعه هام كل واحد مهم في موقعه ما فيش بقولش فلان هام من فلان فضيلة الإمام محمد رحمة الله عليه هام جدا ومؤثر جدا وعلم كبير في الدين وفي تفسير القرآن الكريم ويتربع على قمة الهرم ودكتور مجدي عقوبية يتربع على قمة الهرم في الطب الدكتور رحمة الله يتربع في العلوم كده ليه نعمل صدام ما بيننا وبين بعض اللي مش فاهم يعني ايه الحكمة من كده لما نقول كلمة أهم بكتير منه ما فيش حاجة ده أهم من حد ما فيش حاجة أهم من حد كل واحد بيبدع في مجاله كل الناس دي هم دول دخيرة مصر يا جماعة اللي احنا لأسف بنفتقدهم دلوقتي الناس دي الشيخ شعراوي الدكتور مجدي والدكتور رحمة زويل والعلماء كتير جدا مش عايز بس تنسى حد يعني حتى في الفن حتى في الرياضة حتى في الكلام ده كله حتى بنكلم عن محمد صلاح يعني بقول محمد صلاح يتربع في الرياضة على قمة فما فيه الصدام ما بين حد ما بينفضلش ما بين حد كل واحد يتربع على قمة الهرم الخاص بتخصصه ليس تقديس الناس مع انه يعني فيه علماء ومفكرين ده الكلام لأستاذة مجدة خير الله فيه علماء ومفكرين ورباء وأصحاب فكر ورجال وطنين قدموا أرواحهم في دق الوطن الشعراوي لم يفد الوطن يعني برضوك دي كلمة برضوك هجوم يعني ما فادش الوطن إزاي ده فاد هو ما فادش فعلا الوطن هو فاد الوطن وفاد الأمة العربية والإسلامية يعني يا زي لو كان أصدها كده أنا بحاول لنا يعني إيه أقفز على كلامها يعني فعلا الشيخ الشعراوي ما كانش مفيد للوطن ولكن بعد الكلمة دي ولم يكن تنويريا أنا معرفش إيه تنويريا دي برضو كلهما يعني مش فاهم يعني المفروض تنويريا دي من وجهة نظر بإيه برضو الكلمة دي كلمة يا جماعة يعني إيه مطاطة عند البعض عند البعض كلمة مطاطة ما معنى إيه يقولك تنويريا يعني إيه يقبل بقى الأفكار اللي إحنا عاوزينها بقى يعني يا لقى مثلا تنويريا يقبل بقى إيه إنه هو يقوم فيه تحرر يقبل إن فيه حرية والحرية بقى بمفهومة الواسع بقى يعني بمكن بقى يبقى فيه حرية بقى جنسية حرية الشواز عارفين بقى القصص هندخل بقى في حواري وأزقة كده مهببة وضلبة والسوري المجاري ضلبة فيها يعني محترام الحراكو يعني فهندخل في قصص كده مش كويسة التنوير ده معنى إيه الرجل كان بينور يعني مفيش أعتقد أن مفيش حد كان تنويريا أكتر من الشيخ الشعراوي وتاجر بالدين وعمل فتنة وكان رفض للعلم هل هو يعني إحنا كلنا عصرنا الشيخ الشعراوي هل شفنا الشيخ الشعراوي بيتاجر بالدين تاجر بالدين إيه ده الرجل كان بيرفض المناصب يا جماعة الرجل كان بيرفض المناصب يعني الرجل ما كانش بيعني حتى ما كانش عايز يبقى وزيره كان هو رجل تفرغ لكتاب الرجل اللي بيفصر كتاب اللي ده عمل فتنة في إيه أنا عايز أفهم الراجل اللي بيفصر كتاب الله وبيعرف الناس يعني أمور دينهم طيب أنا هسيب لحركه عشان برضوك ردا شيء مهم جدا جدا هسيب لحركه رابط برضوك على اليوتيوب برضوك لقاء في الصندوق الوصف وهكتب لحركه فوق رابط الفنان عمر الشريف فنان العالمي عمر الشريف راجل بقى يعني هو يعني فنان 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 يعني أكبر فنان في مصر وعمر الشريف رحمة الله عليه وشوفه كان بيقولي على الشيخ الشعراوي لما بنتكلم دي ناقدة فنية بتقول كده هنشوف بقى أكبر فنان في مصر اللي ما فيش حد وصل اللي وصل له وعمر الشريف بيقول إيه على الشيخ الشعراوي يسيب لحركه الرابط في صندوق الوير تأخذو الرابط ده وتحطوه في البراوسر وتتشوفه الفنان العالمي عمر الشريف رحمة الله عليه قال إيه عن الشيخ الشعراوي طيب بعد كده في وزيرة الثقافة برضو قال التصريح أنا شافه نوع غير موفق لأن المفروض هي شخصية سياسية وزيرة الثقافة شخصية سياسية فالمفروض تنطقي كلمتها وزيرة الثقافة طبعا نافت قالت إن فيه لجان هي اللي بتعقل عشان تحدد السير مين اللي هنتكلم مين هنعمل عنه أمسيات وكلام ده كله واسم الشعراوي لم يكن مطروحا قعدت تتكلم كتير كده والمزيعة ده كان مدخلة تلفونية معاها فالمزيعة بتسألها بتقول لها يعني هل اسم الشيخ الشعراوي مطروح فقالت لها إن اللي بيطرحوا لابد أن يكونوا تنويريين برضو نرجع تاني كلمة تنويري يعني الشيخ الشعراوي كان ظلامي مش تنويري يعني بنام أنا بقول إن اللي هيدخل في اللي هيدخل في الأمسيات دي يجب أن يكون تنويري إذن اللي مش هيدخل ظلامي صح كده تنويري يبقى أهم بقى ظلامي أو أهم تنويري يبقى سين ده بقى ظلامي خلاص كده ماشي ومفيدين للمجتمع الاسم عليه تحفوظات ديه كلمة اللي قدتها وزيرت الثقافة وأنا يعني يعني كلمة فوت تناجع نفسها في يعني إيه تحفوظات الشيخ الشعراوي يا جماعة عليه تحفوظات هو الشيخ الشعراوي ده كان المعترامي طبعا أنا آسف طبعا في الكلمة اللي هقولها الفن حلالة وحلال وحرامة وحرام يعني أي حاجة في الفن حلال تبقى حلال أي حاجة حرام تبقى حرام الحلال معروف اللي أنا أوجه الناس توجيه سليم اللي أنا أدعو إلى يعني أدعو إلى الأشياء الطيبة القيم الطيبة المجتمعية الأخلاق اللي أنا أنام من مجتمع اللي أنا أخلي بالي من وطني اللي أنا أحب شعبي وأحب وطني وأحب طرابي ودفع كلام الجميل كله يبقى ده خلاص كده حلال وحرامه حرام بص وأحضانه عريبه حرام يبقى الراجل قال إيه بقى ما الراجل ده كان وجهة نظر فبرضو التصريحات كانت غير موفقة من وجهة نظري من السيدة الفاضلة وزيرة الثقافة يعني بعد كده نيجي بقى ليه اللي بتشن دايما حملات على الشيخ الشعراوي أنا معرفش ليه واللي موقفها غريب جدا وهي الأستاذة فريدة الشباشي مع كابل احترامي لكل الشخصيات اللي ورد ذكرها في الفيديو يعني قدمت طلب إحاطة كما قيل يعني والعهدة برضو على المواقع عن نشرة هذا الأمر وقالت يعني بتعترض على تقديم أمسية ثقافية أو مصرحية هي مش مصرحية أمسية عن الشيخ الشعراوي عن سيرة حياته أو عن حياته فالأستاذ فريدة الشباشي أنا كنت قدبتها عنها في فيديو قبل كده وقلت في هذا الفيديو إن الأستاذ فريدة الشباشي من الشخصيات من وجهة نظري اللي هي غريبة جدا غريبة جدا غريبة جدا بمعنى إيه مع كامل احترامي للشخصية نفسها غريبة جدا بمعنى إيه إن هي كانت مسيحية وبعد كده اعتنقت الإسلام مسيحية واعتنقت الإسلام وبعد ما اعتنقت الإسلام يعني إحنا بنشوف يعني هي أغرب من اعتنق الإسلام من وجهة نظري المتوضع الفريدة الشباشي من وجهة نظري أنا بعرض وجهة نظري مع احترامي للشخص ولكن هي أغرب من اعتنق الإسلام لأن اللي بيعتنقوا الإسلام لو مثلا واحد مسلم راحل مسيحية فأكيد هو اقتنع بالمسيحية واحد مسيحي أو يهودي اقتنع بالإسلام فدخل في الإسلام فاللي بيدخل لأي دين وخاصة الدين الإسلامي بيبقى مقتنع اقتنع شريك جدا بهذا الدين لأنه مش هيغير ديانته كده يعني مفيش حد يغير ديانته وهويته وعقدته كده أكيد هو اقتنع بحاجة منطقية وجميلة وعظيمة في هذا الدين فرح له فكل الناس اللي اعتنقوا الدين الإسلامي اللي هما كانوا مثلا في ديانات أخرى مع كامل الاحترام طبعا للجميع أو اللي كانوا بلا ديانة خالص أو ملحدين يعني واعتنقوا الدين الإسلامي هنشوفهم هنلاقيهم أنهما بيبقوا مسلمين أكتر من المسلمين نفسهم لأنه هو دخل كان في ديانة أخرى وهو شاهد في دين الإسلامي بعض الأمور التي اكتملت أو كملت شخصيته في هذا الدين فرح انتقل لهذا الدين فيبقوا أكتر إسلاما ونلاقي الواحدة مثلا اللي هي مثلا ما كانتش مسلمة أصبحت ونلاقي ملتسبة بالحجاب وملتسبة بالصلاة وبتعليم الإسلام يعني كل حاجة الراجل برضو كده ممكن تنوى حتى يعني أنا راجل مسلم مش ملتاحي أنا عمري وكنت ملتاح في حياتي خالص عمري عمري مع ربيت لد ولكن ممكن لقي واحد أجنبي حتى من أمريكا من كندا من أوروبا دخل الإسلام وفجأة ألتاح ومش عرفوا كلام ذلك طبعا ما أقولش إنه هو ده الإسلام ولكن أنا بقول يعني بيدخل يعني حتى بيأخذ المظاهر اللي هي القوية قوي اللي هي اللي هي اللي هي مستشددة يعني فدول بيدخلوا وإلاقيهم يعني ملتزمين جدا بالإسلام وبالصلاة وبيتكلموا عن الإسلام كويس متأل فلو سفرت شباشي دخلت الإسلام وهي يعني يعني بتهاجم كل المظاهر الإسلامية يعني ضد الحجاب وضد سطر المرأة لنفسها وضد يعني دخلت هي وجوزها الأستاذ علي الشباشي في معارك ضارية بسبب الحجاب طب سيادتك دخلت الإسلام ليه أنت موقف غريب بالنسبالي أنا بالنسبالي موقفها غريب جدا أنت دخلت الإسلام ليه أنت دخلت الإسلام وأنت رفضة لمظاهر الإسلام طب دخلت ليه بالأساس عشان تتجوزي طبعا هذا برضو مش مبرر لأن الأستاذ علي الشباشي زوج حضرتك أنا معرفش هو يعني عايش ولا توفاه الله يعني أنا معرفش برضو يعني هو يعني مسلم ومن حقه عادي والإسلام بيبيح اللي إحنا نتزوج من المسيحية ومن اليهودية كمان عادي إيه المشكلة فكانت أزوجك يعني دخلت الإسلام أنا مش قادر أفهم لغاية دلوقتي وبتهاجم الشيخ الشعراوي وبتهاجم شعفية طبعا قالت الشيخ الشعراوي لأنه سجد لله بعد هزيمة 67 كان موقف برضو كعليه على ما تستفهم شعراوي طالع وقال إلا أنا سجدت عشان خاطر لم ننتصر ورحنا في أحضان الشيوعية وهو ده فكره أو دماغه في الجزئية دي خلاص طمحنا يا جبعة بنشوف أفكار كتيرة شزة وأفكار كتيرة يعني أنا ممكن أختلف شوية طبعا في الجزئي دي ولكن إحنا شفنا أفكار كتيرة شزة عند ناس وناس بيطلع تقول كلام فارغ كتير ومع ذلك لما حد بيجي انتقادهم بتقولنا حرية تعبير وحرية رأي يعني فهمين يا جبعة على قصدي فالأصلاة فريدة أنا شايف أن موقفها غريب وهي نفسها بالنسبة لي حتى دخولها للإسلام يعني غريب يعني طبع أنت خدت الإسلام لي إذا كنت أنت لأنت ملتزمة من نظر الإسلامي ولا أنت بتدفع عن القيم الإسلامية ولا حتى وقفة جنب رموز الإسلامي بعد خدت الإسلام لي فالشيء عجيب فعلا شيء عجيب فعلا يعني دي كانت يا جماعة يعني عشان بس ما تقولش على الحركة وأكتر من كده دي كانت حالة من الهجوم لما اتقال أن الرجل العظيم ده زي ما نقولت اللي ما فيش اتنين يختلفوا على أنه هو من أعظم الأشخاص اللي أنجبتهم مصر واللي ما فيش حد في مصر والبطل العربي والعالم الإسلامي يعني إلا بيكل له كل احترامه وحبه وتأدير وعلمه لازلنا بنستفيد منه إلى الآن ونظل نستفيد منه ودي تعتبر يعني صدقة جارية كده على روحه والطاهرة فلما لأ لما يتقال أن هيتعمل أمسية عن الشيخ الشعر الشيخ الشعران هيتعمل عنه أمسية يعني هيتعمل عنه مسلسل مسلسل يمكن حقق نجاح لم يكن يعني ما كانش حد يتخيله حقق نجاح رهيب اللي هو إمام الدعاء اللي قام ببطلت الفنان حسن يوسف المسلسل ده كان فيه ناس أنا كنت بابقى مع ناس مثلا في شغل ولا حاجة يقولوا المسلسل لا عليش نتقابل بعد الشغل أصدقاء مثلا لو هنتقابل يقول لك لا نتقابل بعد المسلسل فيه ناس كده يعني وانا برضو كنت متفرج عليه ولكن مثلا بقول لحضراتكم شعور الناس عامل ازاي يعني فليه نهاجم وليه أنه بقى ضد شخصية عظيمة زي كده الرجل ده رجل يعني فخر لمصر وفخر للعرب أن حد خرج منه زي ما بنفتخر ب الرموز التانية زي ما بنفتخر بالدكتور مجدي عقوب زي ما بنفتخر بالدكتور عحمد زوير زي ما وفق زي ما بنفتخر بالكاتب كسامة إدريس ويعني يحي حقي والناس العظماء بتوعنا بنفتخر بفنانينا بنفتخر بنقادنا بنفتخر بالرياضيين بتوعنا زي الكابتن محمد صلاح يعني خلاص نفتخر بكل دوله نيجا عند رجل الدين ولا نفتخر بيه هو يعني عالم ورمز كبير جدا في مجاله لا طبعا طبعا أنا شايف ان الكلام ده كان كلام مجال موفق وان الهجوم ده يجب ان يراجعوا نفسهم فيه لان يعني الشيخ الشعراوي لا يستحق هذا الشيخ الشعراوي رجل افنى حياته بجد في خدمة وطنه وفي خدمة دينه فلا يجب ان تكون يعني هكذا يكون رد الجميل هكذا لا يكون رد الجميل يعني رد الجميل يجب اللي احنا نكون نحتفي به ونحترمه ونوكره ونجله طبعا هم بيقولوا قدسية طبعا مفيش مسلم على وجه الارض عنده حاجة اسمها شخص مقدس القدسية لله فقط عشان بس الكلام اللي هم بيقولوه لان هم معرفش بها هم بعيدين على الاسلام ولا محتاجين يراجعوا الاسلام مرة تانية المسلم احنا يا جماعة المسلمين مفيش عندهم قدسية القدسية لله ولكن فيه اشخاص لهم مكانة عظيمة مكانة زي سدنا الرسول اللي عليه عليه الصلاة والسلام العلماء العلماء الأمة المشايخ الأجلاء الكلام ده كلهم مكانة عظيمة ولكن القدسية لفظ القدسية لا تكون إلا لله فقط فأنا بس بحاول لنا أنهي الفيديو بالجزئية دي أو بالكلمة دي عشان هم جايز مش عارفين فأنا بعرفهم رحمة الله فضلت الشيخ الشعراوي ويعني جذاه عننا جذاه ربنا سبحانه وتعالى أو جذاه المولى عز وجل عننا خير الجزاء علمه اللي لازلنا بنستفيد به إلى الآن وبننتفع به إلى الآن وأتمنى أتمنى من كل الشخصيات المحترمة اللي وراءت ذكرها في الفيديو أنهم يراجعوا نفسهم في هذه التصريحات لأن هي لا تصح ولا طليق يعني منفعش الرموز الكبيرة اللي هو اللي احنا يعني بنعتبرهم فخر لنا في وسط الانحطاط اللي احنا عايشين فيه دلوقتي والكوارث اللي بتطلع وبتاع المهرجانات وبتاع انتش وجري والزبال والأشكال اللي معلش محترمي لكم الوضيعة القادرة دي لما نيجي على الرموز الكبيرة اللي هي أصلا رفعت اسم مصر عليها ونكلم عنه بالطريقة دي فما أعتقدش أن ده شيء موفق يعني أشوفكم إن شاء الله فيديو دي دوكتور في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته